إذا كانت قد اختلقت مياه بالزيت في محرك الشاحنة، فيجب اتخاذ خطوات سريعة لحل المشكلة وتجنب تلف المحرك إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها إيقاف تشغيل للمحرك على الفور عندما يكون هناك اختلاط بين الماء والزيت في المحرك، يجب إيقاف تشغيل المحرك فوراً لمنع تلف المزيد من الأجزاء التصريف يجب تصريف الزيت الملون بالماء بأسرع وقت ممكن يمكنك فعل ذلك عن طريق إزالة بطانة الزيت وتصريف الزيت القديم بحذر التنظيف بعد التصريف يجب تنظيف المحرك جيداً من البقايا المائية والزيتية يمكن استخدام وود تنظيف خاصة بالمحرك لإزالة الزيت والماء من الأجزاء الملونة استدال الفلتر قد يكون من الضروري استدال فلتر الزيت بعد حدوث افتلات الماء والزيت في المحرك قد يكون الفلتر قد تأثر بزيت الملون بالماء وقد يكون غير فعال فحص الأضرار بعد إصلاح المشكلة يجب فحص المحرك للتأكد من عدم وجود أضرار جسيمة يفضل أن يتم ذلك بواسطة ميكانيكي متخصص لفحص الأجزاء الميكانيكية والتأكد من عدم وجود تلف في المحرك التأكد على السبب يجل التأكد من السبب الذي يدى إلى اختلاط المياه بالزيت واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لتجنب حدوثه مرة أخرى يمكن أن يكون السبب تسرب المياه من نظام التبريد أو تلف ختم رأس الأسطوانة أو تلف أنبوب زيت ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر